شوف يا سيدي برضو منظمة الصحة العالمية احنا عندنا تحسن بمقدار خمس نقاط يعني 2015 كنا 65 نقطة في 2021 مش بقولك 22 ولا 23 التي شارفت على الانتهاء بقينا 70 نقطة نفس المنظمة أنا آسف منظمة الصحة العالمية فبيقول وجماعة حصل انخفاض في نسبة انتشار التقزم بين الاطفال دون سن الخامس لان احنا كان عندنا المعدل من 2005 ل2015 22 و 18% في سنة 22 انخفض المعدل وصولا الى 20.4% منتدى الاقتصاد العالمي وولد ايكيناميك فورم مصر تقدمت 39 مركز في الحصول على الخدمات الصحية كنا في المركز 111 لحد سنة 2019 اما في سنة 2021 وصلنا للمركز 72 ده يخليك تسأل كده نفسك الله يا ترى هل ترى واحنا في نهاية 23 هنبقى في المركز الكام بالتأكيد في مركز افضل واكتر تقدمك منظمة الصحة العالمية اتكلموا على انخفاض وفيات الامهات لكل 100 الف ولادة حية احنا كان عندنا المعدل تقريبا 33 حالة وفاة ما بين الامهات اثناء الولادة ما بين كل 100 الف ولادة ده سنة 2015 في 2020 تاني مش 21 ولا 22 ولا حتى 23 بقينا 17 حالة وفاة وان شاء الله المعدل ينخفض اكتر من كده كمان مع صدور التقارير الجديدة البنك الدولي بيتكلم على انخفاض معدل وفيات الموليد لكل 1000 مولود حي كنا 13 حالة وفاة في 2014 21 21 بقينا 10 حالات فقط واعتقد ايضا ان المعدل لازال في انخفاض منظمة الصحة العالمية اتكلمت ايضا على وفيات سرطان الكبد لكل 100 الف شخص كان المعدل ده معدل عشان لما تلاقي علامات عشرية تبقى فهم ان ده معدل 27 و 18 حالة في 2014 سنة 19 بقينا 24 وفاصل 5 يعني لم يحسب 2020 ولا 21 ولا 22 ادي 3 سنين واحنا في شهر 11 ممكن اقول لك 23 ادي 4 سنين وبالتأكيد هتلاقي المعدل اقل من ذلك كمان نفس المسألة في انخفاض وفيات السكتات الدماغية لكل 100 الف شخص انخفضنا في سنة 2014 كنا 46 و 3 من 10 في 2019 بقينا 43 و 8 من 10 طيب الوفيات الناجمة عن امراض القلب والاوعية الدموية وسرطان امراض السكر امراض القلب المزمنة ما بين سن 30 و 70 30 سنة 70 سنة كنا 29 و 2 من 10 في المية ده سنة 2014 سنة 2019 بقينا 28 في المية